سعداء نصديف في الجزء الثاني من حلقتنا وفيما تبقى من حلقتنا أستاذنا الواقور أستاذ أحمد الشيخ الأستاذ الكاتب المتخصص في شؤون الاستشراق والاستغراب من بريز أستاذنا مساء النور أهلا وسهلا بكم أهلا بك أستاذ الحسين وتحياتي للسيدات والسادة الذين يتابعون هذا البرنامج شكرا أستاذ أحمد الشيخ خلينا حكينا سابقا متخصص في شؤون الاستشراق والاستغراب هذا الطفان الجديد طفان الذي عم أوروبا طفان اليمين ماكرون دعا انتخابات سابقا لاوانها وكأن به كل يوم يزيد ساقا في الطين نتائج الدورة الأولى أفرزت تقدما تاريخيا لليمين الفرنسي قرابة 34% ويليه الجبهة الشعبية واليسار وحزم ماكرون الثلاث قراءة أولية واستاذنا الصورة واضحة قراءة أولية في أديل نتائج دكتور أستاذ أحمد الشيخ هي نتائج كانت متوقعة أخي العزيز وهي نتيجة ترقومات عبر سنوات سابقة لكن المفاجأة كانت النسبة الكبيرة التي حققها اليمين المتطرف في الجولة الأولى من هذه الانتخابات بحيث أصبح القوة السياسية الأولى في فرنسا والذي تتجاوز بنسبة كبيرة الكتلة الرئاسية فشكل هذا صدمة كبيرة في المجتمع الفرنسي ونشر حالة من الخوف والفزع لدى قطاعات كبيرة من الفرنسيين وليس مصادفة أخي العزيز أن نجد مثلا منذ أيام في هذا الشهر في أول يوم أجد مؤسسة عريقة في فرنسا هي الكوليج دي فرنسي مؤسسة علمية رصينة تصدر بيان صحفي في أول يوليا تعرب يعني عن قلقها وتدعو الناس يعني للحفاظ على القيم الإنسانية والانفتاع الآخر وأوروبا والوقوف توجه كل أشكال التراهية ومعادات السامية وفي نفس اليوم أيضا تصدر رابطة مشهورة هنا هي رابطة أساتذة التاريخ والجغرافيا وهي رابطة قديمة منذ ما قبل الحرب بالعالمية التانية تطالب أعضاءها من الأساتذة بالعمل على ضرء هذا الخطر ومقاومة هذا الأفق الجديد الذي يبتح السلطة في فرنسا أميم اليمين المتطر ليس مصادفة أيضا كثير من نجوم المجتمع الفرنسي ويعني مشهير كرة القدم يقدمون تصريحات يحسون الناس على النزول للانتخابات لضرء هذا الخطر فحقيقة هذه اللحظات كما قيل مرارا غير مسبوقة في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية التانية أن يأتي طريق هامشي فيما مضى طريق أفكاره تتصادم مع أفكار الجمهورية وقيم الجمهورية وتتصادم مع الدستور الفرنسي ثم يمنحها الشعب هذه النسبة الكبيرة هذا القلق هذا الخوف حالة الأحتقان لدى كثير من الفرنسيين مبررة أخي العزيز الشاعر السوداني يقول من يقنع الطوفان ألا يعبر ولكن يبدو أن الوقت كان فات نعم نعم لأنه أخي العزيز مقابل هذه الطيارات المتطرفة يعني ما كان يسمى باليمين الوسط ويسار الوسط ككتل رئيسية في الحياة السياسية الفرنسية لم تعد يعني تقدم للناس ما يلبي طموحتها يعني وأصبحت كتل سياسية مهترئة يعني فانفضى الناس إلى الاتجاهات المتطرفة مع الأسف سواء من اليسار أو من اليمين وكان رهان الرئيس الفرنسي منذ أن جاء في 2017 أن يعيد من جديد الزخم والألق والحيوية لهذا الوسط الغائب في الحياة السياسية وقال أنني جئت لأجمع الناس في هذا الاتجاه بعيدا عن اليسار المتطرف واليمين المتطرف لكنه بعد دورتين رئاسيتين أخي العزيز لم يروا الناس هذا البرنامج لم يروا الناس أشياء محددة تخنحهم بل وصل الأمر أن إصلاحات الرئيس الفرنسي وصل الأمر أن يفرض على الناس بالقوة يعني أنت تذكر مشروع إصلاح نظام التقاعد أراد أن يحل العجز في ميزانية نظام التقاعد فرفع سن التقاعد من ستين إلى أربعة وستين إلى طبعا أغلب الناس لم تحبز هذا الاضطراح وصوتوا ضده ونزلوا مظاهرات كثيرة يعني فاضطر الرئيس عم يستغل مادة في الدستور في القانون الفرنسي تسمح له بتمرير هذا القرار في البرلمان وتمنع والناس لا تنسى هذا أخي العزيز فأرادوا في هذه المرة أن يعاقبوا هذا الرئيس بصورة واضحة يعني نعم هو اليمين ماكرون حزب النهضة تحالف مع اليمين متطرف الحكومات هو لم يتحالف معه بشكل علني لكن سياسات الرئيس الفرنسي طوال السنوات الماضية كان يمارس نفس ما يدعو إليه اليمين المتطرف يعني أنظر القوانين التي سنناها من الهجرة نعم عن الهجرة عن الانفصالية الإسلامية عن أشياء كثيرة عن مواقف من فلسطين كذلك نعم أشياء كثيرة كان يرددها اليمين المتطرف وهو كما يقال دائما أولى بها وهو أصيل في الدعوة لها فالناس تذهب إلى الأصل وتترك الفرعية صحيح يعني في جزء منه هذه مخاوف ربما كبيرة لا ينتظر من أن اليمين نفسه المتطرف هذا كما فعلت يمين إيطاليا ستنحو منحنة ربما أكثر الوسط يعني كلها دغدغة مشاعر في هذه المطاف يعني يستغلون واستثمرون هذا النزعة الوطنية بين الظفرين الانفصالية كما يفعل كثير من المترشحين الرئاسيات في العرب وفي الغرب هذا صحيح لكن أريد أن أوضح للسادة المشاهدين أخي الكريم أن هذا اليمين المتطرف تطور كثيرا ولم يعود هذا اليمين المتطرف الأحمق الغبي الذي يشحن الناس فقط في مساء العداء للمهاجرين والعداء للإسلام هذا اليمين المتطرف يقدم منذ فترة برنامج اجتماعي أيضا وهذا يعني جذب إليه قطاعات كبيرة من الفرنسيين من الطبقة العاملة لأنه مثلا في برنامجه يقول أنني أريد أن أرفع القوة الشرائية للناس من قلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 5.5% نعم انظر أخي العزيز يعني مثل هذه الاختراحات هي أساسا اختراحات اليسار والاشتراكيين والشعوعيين حتى يعني فجأت بتصريح لوزير فرنسي الوزير الحالي برونو لومار وزير الاقتصاد يتهم اليمين المتطرف وحزب التجمع الوطني بأنه أصبح ماركسيا أو يمارس سياسة ماركسية أو يدعو لأفكار ماركسية قل شعبوية أستاذنا شعبوية لكن في حد ذاتها لم تكن موجودة في الصابق وغائبة عن كتلة الوصف التي تحكم يعني يعني صحيح الميزانيات التي ينبغي أن تتوفر مثل هذه الدعوات يعني من أين سيأتي بها اليمين المتطرف يعني على حساب من سينفذ إصلاحاته من أين يأتي بالأموال مثلا التي يدعو إليها بخبض مثلا ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المقترحات كما قلت أنت منذ قليل السياسيين قبل الانتخابات يدغدغون مشاعر الناس بأراء ومقترحات لكن عندما يصلوا إلى السلطة ويجدوا إكراهاتها والضغوطات يعني يحاولون أن يتهربوا بطرق مختلفة مما أعلنوا عنه سابقا نعم السادة المشاهدين يتابعونا ويعلقون في اليوتيوب وفي الفيسبوك مباشرة بعضهم يقول لا تهمون هذا الانتخابات وأنت كمتخصص في التشراق والاستغراب وتتوجه للمشاهدة التونس والعربي بصفة عامة قبل دورة الثانية ما نترد على هؤلاء أستاذنا لا شوف أنا أتفهم هؤلاء الناس أخي العزيز لأن مشاكلنا كثيرة ومجتمعاتنا مدمرة لكن أقول لهؤلاء الناس بمحبة وموادة أن هذه الانتخابات تتعلق بانتخابات نظام ديمقراطي صحيح هذا النظام الديمقراطي يعاني بعض المشاكل لكن النظام الديمقراطي هو أفضل أنظمة الحكم في العالم فإذا أهملنا هذه الانتخابات وتغضينا عن ما سيحدث فيها ونسينا أهمية هذا النظام الديمقراطي في الحكم ماذا سيتبقى لنا؟ سيتبقى لنا رؤسائنا وملوكنا العرب الذين يحكمون على هواهم أخي العزيز هل يريدون ذلك؟ لا أتوقع أنهم يقتضون ذلك يعني فالاهتمام بهذه الانتخابات أولا هو اهتمامات بجزء من العالم تغضع فيه الديمقراطية ربما لأول مرة لخطر حقيقي لأنه لو فاز هؤلاء الناس بالأغلبية المطلقة وهو مستبعد حتى الآن فستكون النتيجة كارثية على النظام الديمقراطي ليس مصطفى أن النظام في روسيا يتابعون بدقة ويدعمون اليمين المتطرب في فرنسا وفي إيطاليا وفي المجر وفي أكثر من مكان لأن صعود هذا النظام وحصول اليمين المتطرب على السلطة يخدم كل الأنظمة الاستبدادية والفاشية في العالم فإذا كان الذين يكتبون إليك على وسائل التواصل ويقولون لك ما لنا وما لهذه الانتخابات أرجو أن يراجعوا أنفسهم ماذا لو انتصر اليمين في متعلق بالهجرة وموضوع فلسطين والعلاقة بالديكتيراتوريات العربية أستاذنا هذا ما كنت سأنحو إليه مباشرة أولا في فرنسا حوالي يعني عشر سكان فرنسا من المهاجرين أك العزيز هناك تقريبا سبع مليون مهاجر أغلبهم من المغرب العربي ومن بلدان عربي تقريبا خمسة مليون يعني مجمل المهاجرين حسب بعض الإعصاءات سبع مليون إذن إذا جاء هذا اليمين المتطرف ونفذ وعوده وبدأ بالهجرة غير الشرعية ثم بدأ بعد ذلك بالهجرة الشرعية ثم بدأ بعد ذلك بحاملة الجنسية من أبنانا في البلاد العربية أعتقد أن هذا لا يصر هؤلاء الإخوة الذين يقولون ما لنا وما للانتخابات ثانيا كما قلت منذ قليل هل يريدون أن ينجح هذا اليمين المتطرف ويدعم الاستبداد في البلاد العربية وأنظمة الحكم أنا كنت أسمع منذ قليل أحد الزملاء يتحدث ويقول أن الورطة التي وضع فيها الرئيس الفرنسي الديمقراطية الفرنسية تشبه ما يفعله الحكام العرب لدينا مثلا في مصر كان مبارك رحمه الله يقول إما أنا أو الإخوان المسلمين نعم الرئيس السوري يقول إما أنا أو داعش الرئيس الفرنسي وضع الفرنسيين في مأزق ويقول لهم إما أنا طريق الوسط أو اليمين المتطرف طبعا هذه الطريقة تغضب كثير من الفرنسيين حتى لو لم يكنوا يؤيدون اليمين المتطرف لا يريدون أن يفرض أحد عليهم أو يضعهم بين خندقين اثنين كلاهما مر بالنسبة إلي وربما سيدفع أكثر طرف حتى وإن كان مخالفا اليمين المتطرف إلى عدم المشاركة في انتخاباته وبالتالي سيفسح الطريق في النهاية المطاف لليمين المتطرف في متعلق بفلسطين أستاذنا هذا يمين الفرنسي هذا مواقفه أكثر من متطرفين على أقل منذ سبع أكتوبر فماذا ننتظر ما الذي يخيفنا به ميكرون وغيره والله أخي بالنسبة لقصة فلسطين والحرب المستمرة والمأساة والمحرقة التي تدور منذ تسعة أشهر والتي وقائعة تدمي قلوب أي إنسان عنده حد أدنى من الإنسانية ومع ذلك هذا اليمين المتطرف بقياداته يعني أعتقد أن النزعة الإنسانية في هذا الفريق ضائلة جدا أو متضائلة إلى حد مخيف يعني لأنه أحد الأصدقاء هنا وربما تعرفه أنت باحث فرنسي مرموك ولديك كتب كثيرة حول الإسلام السياسي هو الأستاذ فرنسوا بورجا كان ضيفنا الأشهر أخيرا هنا في الاستوديو نعم أستاذ العلم السياسي هل تعرف وجهوا إليه أطام دعوة ضده وعليه أم ينتقل إلى الشرطة في خلال أيام لاستجوابه لأنه وجهت إليه تهمة تمجيد الإرهاب نعم تخيل وهذا رجل يعني أكاديمي وباحث لكنه يأخذ مواقف فيما يتعله بالمحرقة التي تحدث في غزة لا تروق لغلاة الموالين لإسرائيل وما يحدث في غزة يعني فأقول لك أننا في عالم يعني العقل فيه يغيب الإنسانية فيه تضمر ونحن أمام صعود أقوى وأقوى لمثل هذه الطيارات اللا إنسانية فعلينا أن نتحرك بحكمة وبإتلافات حقيقية وبالتحالفات مع كل القوة الإنسانية لا أقول لا اشتراكية على القوة التي تمتلك حسا إنسان إنساني تنتصر القضايا الإنسانية العادلة لكن هناك رسالة مهمة جدا هذه الانتخابات أستاذنا تعرف حضور الإسلاميين تقريبا يعني على الأقل في العقديل الأخيرين لأعقود الأخيرة لنقول حتى من سعود الإسلاميين في الجزائر هو سعود وقت الانتخابات يعني الأطراف السياسية تصعد وتنزل هذا فعل التاريخ تقوم النوائح ويجب إقصاء هؤلاء ولكن نلاحظ هؤلاء الأوروبيين الذين كانوا يرفعون هذه الشعارات هم أنفسهم اليوم يتحدثون عن الديمقراطية الغربية كيف تستوعب هذه الطفرات هذه الحدية في داخل الديمقراطية في الحين يمنعوننا أو يحرمون على العرب هذا استيعاب لأطراف الأخرى وفي النهاية البرامجهم هي التي ستحكم على شعاراتهم لا شوف بشكل عام أستاذ الحسين في الدول الغربية وفي أمريكا هناك ديمقراطية حقيقية حتى داخل إسرائيل هناك ديمقراطية حقيقية لكنها لأبناء هذه المجتمعات نعم عندما تخرج خارج حدودها لا يعرفون لا ديمقراطية ولا يحزنون يعني يعني شعارات مثلا يمين المتطرف الذي نتحدث عنه تركز بصورة أساسية ضد المهاجرين الأجانب ويقولون أن بؤس العالم لا يمكن أن يعطي موعدا في بلدنا ثم يركزون بشكل أكثر وبصورة علنية وباستمرار على تهديد الإسلام السياسي للحضارة الغربية باستمرار هذه النغمة تسمعها لدى قادة هذا اليمين المتطرف وبعض قيادات الحزب الجمهوري مثل فرع إيريك سيوتي والناس التي تسير في فلكه حزب إيريك سيومور كل هؤلاء الناس أصبح لديهم صورة عن الإسلام السياسي كأنه العدو المهدد للحضارة الغربية كيف تتعامل مع يعني تصورات منها من هذا القبيل يعني نحن نحتاج لحكماء ونحتاج تصورات اللوبي وأدبيات اللوبي الصهيوني أستاذ دعم ليس فقط اللوبي الصهيوني يا أخي العزيز حتى أنت تعلم أن اليمين المتطرف هنا جزء منه معادي لليهود وجزء منه لديه عداء وكراهية كامنة لليهود يعني لأنه قومي نعم لكن لا يجرؤ أن يفصع عنها كما يفصع عن عداءه للإسلام والمسلمين يعني لأنه يعلم أن الإسلام والمسلمين وناس يعني قوتهم محدودة ومشاكلهم كثيرة ولا يملكون القوة للضغط عليه نعم وكل هذا لأنهم يعملون حسابا كبيرا لهذه القوة الإسرائيلية وامتدادتها في عواصب كثيرة في العالم نعم شكرا جزيلا أستاذ أحمد الشيخ الكاتب المصري المتخصص فيه شؤون استشراق والاستغراب صاحب أكثر من كتاب في هذا الشأن ومقيم بباريز